شكراً نهادير، هنبدأ مع حضراتكم من توجيه سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي إمبارح بتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغزية لها في مصر وإننا ننتقل من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل وزيادة نسبة المكون المحلي خلال اجتماع سيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء تم استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والتعاون مع الشركات العالمية عشان نستفيد من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال طبعاً عارفين أنه رئيس وجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنذ ذلك التوجيه وتم عقد اتفاقياتين مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال للاستفادة طبعاً من خبراتهم في هذا المجال ولدعم ما يرتبط بهذه الصناعة عايزين طبعاً صناعة السيارات تكون بمكون محلي 100% مش فقط التجميع لأ يكون كمان تصنعها والمواد الخيام بتاعتها تكون محلية الصناعة ليه بنتوجه إلى هذا الموضوع ولصنع السيارات الكهربائية هذا طبعاً حفاظاً على صحتنا وحفاظاً على الاقتصاد لأننا مش هنستخدم الوقود الأحفوري وبالتالي مش يكون فيه انبعاسات حرارية تضر بالبيئة وهتوفر لنا لأنه نسبة تشغيل للسيارة الكهربائية بتقل كتير جداً عن نسبة تشغيل للسيارات الليها العادية اللي احنا بنركبها دلوقتي بالبنزين يعني مثلاً لو هنضرب مثال المشوار اللي انت كنت بتاخده مثلاً بياخد 300 كيلو مثلاً 350 كيلو ده بيحتاج بنزين تقريباً برضو بيعادل 300 جنيه 350 جنيه حاجة كده طبعاً مع الشحن بقى وجود محطات الشحن مش هتتجاوز تقريباً 100 جنيه حاجة كده في نفس المسافة برضو طبعاً ده بيرتبط مع مجموعة من العوامل الأخرى بيكون فيه محطات للشحن موجودة فيه الشوارع وفيه المواقف الكبرى بيكون فيه تجهيز لشبكة الكهرباء لزيادة الاستهلاك ودعم كمان للكهرباء عشان يشجع الناس كمان ياهدي وما حصل كمان يشازلي الفترة الفاتت من فكرة تطوير البنية التحتية علشان نقدر النهاردة نكون قادرين ان احنا نشتغل بقى تصنيع محالي لسيارات كهربائية والحقيقة ده مواكبة لما يحدث عالمياً لانه فيه طلب متزايد على السيارات اللي بتعمل بيئة الكهرباء وده طبعاً لانه هي لها أثر بيئي إيجابي جداً على البيئة أكيد أحسن بكتير وفكرة كمان انه عملنا بقى محطات للشحن لانه العربية بتمشي تقريباً 150 كيلو وتكون بعد كده عايز تشحنها لكن كمان العربية نفسها بتحفز على الموتور أحسن لما تكون شغالة بالكهرباء فهي فيها فوايد كتير لكن احنا بنتكلم على انه احنا من جمعش بس جواه مصر ونتكلم على تصنيع محلي وده الحقيقة محتاج تدريب للإيد العاملة وده حصل بالفعل فاحنا النهاردة قادرين احنا نتكلم على تصنيع محلي تطوير للبنية التحتية كمان انه يكون المكون نفسه بيتعامل جوا مصر وده برضو تم على مدار السنين اللي فاتت فنهاردة قادرين نتكلم على تصنيع محلي لسيارات كهربائية وده شيء غاية في الأهمية وخطوة هامة جداً